مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضرتكم وبرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب ما زلنا بنرد على الإدعاءات التي تقول بأن الإيمان بلهوة المسيح ما هو إلا مجرد وهم فالفيديو الذي عمله الأستاذ آدم المصري والذي يقول فيه أن هذا الفيديو مبني على محاضرات أخذها مع بارت إيرمان لكي ما يطعن في لهوة المسيح أنا يمكن ما تكلمتش كثير عن آدم المصري لأنه من ناحية الأكديمية بالنسبة لي يعني هو شخص عادي لكن حبيت أرد على المصدر اللي هو بيستخدمه وهو كتب بارت إيرمان والكتاب الأساسي بتاع بارت إيرمان هو كيف أصبح يسوع إلها كيف أصبح يسوع إلها How Jesus became God واللي بيقدم فيه اعتراضاته على لهوة المسيح وبيقول لنا أنه الفكرة الأساسية أنه لهوة المسيح لا نجده أو المسيح المساوي للآب الذي هو نور من نور إله حق من إله الحق لا نرى هذه العبارات ولا نرى هذه الصورة في الأناجير الأولى مثلا إنجيل مرؤس وطبعا الأخ آدم تكلم عن النقطة دي أنه هو لا يرى أيضا أنه في إنجيل مرؤس يوجد شيء اسمه لهوة المسيح بل في إنجيل مرؤس كما يردد هو كلمات بارت إيرمان بل في إنجيل مرؤس لا أحد يعرف من هو المسيح فلا أمه تعرف ولا أقرباءه يعرفون ولا تلميزه يعرفون من هو يسوع المسيح والأسبوع اللي فات قدمت حاجة سريعة كده عن إنجيل مرؤس وعن أنه إزاي إنجيل مرؤس يحتوي على لهوة المسيح أي نعم إنجيل مرؤس موضوعه الأساسي هو المسيح المتألم أو المسيح الذي أثبت حقيقة إرساليته وحقيقة شخصه من خلال موته وصلبه وموته لكن إنجيل مرؤس مليء بالأدلة التي تؤكد لنا من هو يسوع المسيح والمشكلة ليس في إنجيل مرؤس المشكلة في العيون التي تنظر إلى إنجيل مرؤس والعقل الذي يقرأ الكلمات الموجودة على صفحات إنجيل مرؤس فمن يريد أن يرى يسوع سيرى يسوع لكن من يريد أن يطعن في لهوة المسيح فهيستخدم أشياء أخرى موجودة وينادي بها فإنجيل مرؤس وإن كان في بدايته التلاميذ أو أقرباء لا يعرفون حقيقة من هو يسوع المسيح أو إرسالية يسوع المسيح إلا أننا نجد أن الشياطين نفسها عرفت من هو يسوع المسيح عرفت أنه هو الذي أتى لكي ما يهلكها عرفت أيضا أنه هو قدوس الله عرفت وقالت هذا الكلام ليسوع المسيح الذي أتى عندما يخلص الإنسان الذي به روح ناجس ويطرد الروح الناجس منه فشياطين تعرفه شياطين تعرفه أكثر من الإنسان لأن الإنسان لا يريد أن يرى حقيقة من هو يسوع المسيح الذي هو كلمة الله المتجسد كمان بنجد في إنجيل مرؤوس يسوع الذي يخفر الخطايا والذي يتهم في أصحاح اثنين من إنجيل مرؤوس بأنه يجدف وأنه عندما قال يا ابني مخفورة لخطاياك أن هذه العبارة هي تكديف لأنه من يستطيع أن يخفر الخطايا أو من يقدر أن يخفر الخطايا إلا الله هذا هو الفكر اليهودي ويسوع المسيح قال هذه العبارة أمامهم ولم يتراجع عنها بل أكد أنه قد غفر لهذا الإنسان خطيته عندما أيضا أمره وقال مخفورة لخطاياك قم واحمل سريرك وامش فبرهان غفران الخطايا الذي تم في اللحظة كان أن هذا الإنسان قام وحمل سريره ومشي كمان بنرى في إنجيل مرؤوس أن مجيء المسيح هو مجيء يهوى وهذا نجد في أول أصحاح حتى من إنجيل مرؤوس عندما قال يحن المعمدان أنه صوت صارخ في البرية أعد طريق رب أنه أتى لكي ما يعد طريق رب هو لم يقل أنه أتى لكي ما يعد طريق إنسان ولا طريق نبي من الأنبياء هو قال واقتبس هذه النبوة من سفر أشعياء لكي ما يتحدث عن إرساليته وعن عمله كويس وأيضا عن الذي يأتي بعده وهو يسوع المسيح الذي قال عنه يأتي بعدي من كان قبلي فهو يعلن جيدا أنه أعظم منه وأنه وجوده سابق لوجود يحن المعمدان فمجيء الرب في هذا النص مجيء يسوع المسيح هو مجيء الرب يهوى إلى إسرائيل نفسه كمان لقب ابن الإنسان ونرى هذا اللقب الذي استخدمه يسوع كثيرا في الأنجيل الأربعة وأكثرهم الأنجيل المتشابهة ونرى أيضا استخدام هذا اللقب في الجيل مرعوس وارتباط هذا اللقب بسفر دانيال وأصحح سبعة بالرؤية التي رأاها دانيال وأن اليهودي القارئ للعهد القديم يعلم جيدا من هو ابن الإنسان ابن الإنسان الذي ربطه يسوع بمجيء على الأرض وبخدمته الأرضية بموته الكفاري وبأيضا مجيئه الثاني وبدينونته للعالم كله ابن الإنسان الذي وقف أمام رئيس الكهنة وسأله رئيس الكهنة وقال له أأنت أأنت ابن المبارك فقال له يسوع أنا هو وسترون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء فمزق رئيس الكهنة ثيابه كل هذه أنا جبت بس مجرد عينة لكن هناك الكثير من الأدلة التي تؤكد لنا من هو يسوع المسيح وأي قارئ محايد أي قارئ محايد أي قارئ بيحاول أنه يعرف ويفهم مش بيحاول أنه يزبط كذبة أي قارئ بيقرى الأنجيل الأربعة بيخرج بهذه المحصلة أن يسوع المسيح أعظم من كونه إنسانا فهو كلمة الله الأذري الذي صار جسدا أو اتخذ جسدا طيب نهاردة أكمل مع حضراتكم بقيت الأفكار والرد وهاجي إلى سؤال مهم جدا وهو عنوان حلقة اليوم هل المسيح إنسان تبناها الله ده هو الإدعاء الذي يدعيه رافضوا الإيمان بلهوت المسيح من بارت إرمان لمن يتبنى أفكاره زي آدم المصري وغيره هل المسيح إنسان تبناها الله زي ما قولت لحضراتكم أنه الفكرة الأساسية اللي بيبنى عليها بارت إرمان نقدر لهوت المسيح هو أنه يرى أن هناك فجوة يرى أن هناك فجوة بين المسيح كما هو في إقرار الإيمان النقوي اللي سنة 325 الذي يقول أن يسوع المسيح إلى حق من إلى حق ويؤكد القانون الإيمان النقوي أن المسيح مساوي للآب في الجوهر كويس فبين هذا اللهوت لهوت المسيح كويس وما بين ما يعتقد هو وأتباعه أن إنجيل مرؤس لا يقدم لنا يسوع بهذا الشكل فإنجيل مرؤس ما حدش يعرف يسوع لا مريم ولا أقرباءه ولا تلميذه ما حدش يعرف مين هو يسوع المسيح فبيعتقد بارت إيرمان أن هناك فجوة فجوة زمنية وفجوة إيمانية كبيرة فجوة زمنية تتخطى المتين وخمسين ماتين وستين سنة اللي هي فيها تطور بحسب اعتقاده اللي فيها تطور الإيمان بالمسيح يسوع ووصل هذا الإيمان إلى تمجيد يسوع ورفعه ليكون مساويا للآب طبعا هذا الهزي الفردية فردية خطئة ومبنية على اعتقادات خطئة ومبنية على عدم فهم لإنجيل مرؤس أو لإنجيل لوأة أو لإنجيل متة ويس لأن لهوت المسيح كما نعلم وكما يعلم أي دارس لكتر المؤدس أن لهوت المسيح لم تخترع كنيسة ولم يفكر فيه تراميذ المسيح ولم يعني يصل بهم التفكير أنه نجعل من إنسانا إلها فده حتى عكس كل معتقداتهم وعكس ألف بي الشريعة المساوية أنه لا يكن لك آلهة أخر أمامي لكن كما يقول علماء العهد الجديد ودارس العهد الجديد أن لهوت المسيح في نظرهم هو عبارة عن انفجار عظيم حدث انفجار حدث بعد نزول الروح القدس وبعد قيامة المسيح وسعوده للسماء فلم يأخذ سنين طويلة لكي يتطور كما يدعى البعض لكن من أول ما نقرأ في الرسائل وأول ما نقرأ في الأنجيل بنعرف أن يسوع المسيح رب يعبد حتى دوا مش بشهادة تلميذ المسيح ولا بشهادة كتاب العهد الجديد لكن ده حتى بشهادة كتاب ومؤرخين الرومان الذين اتهموا المسيحيين بأنهم يعبدون إلها مصلوبا فهذا إدعاء خاطئ لكن هم بحسب وجهة نظرهم أن نقطة التحول في إيمان التلميذ كانت قيامة يسوع المسيح من بين الأموات قيامة يسوع المسيح من بين الأموات ونشوف الكلام ده بيقوله آدم المصري في الفيديو رقم واحد قيامة المسيح هي النقطة المحورية في هذا الإيمان طيب من الواضح أن سبب إيمان التلميذ بالقيامة هو ظهور المسيح لهم بعد موته هو ده السبب المطروح في الأنجيل وفي العهد الجديد عموما بطرس ومريم المجدلية وحتى بولس ذكروا أن المسيح ظهر لهم بشكل أو بآخر والأهم من كده وبشدة هو أن المسيح مش بس قام من الأموات إنما رفع بالجسد إلى السماء صعد إلى السماء القيامة والصعود شكلوا عنصر فكري مهم جدا في تكوين الفكر الجديد حول المسيح المسيح قام وصعد إلى السماء كي يحيى إلى الأبد في السماء أو طبعا هو لا يؤمن بقيامة المسيح كمان بورت إيرمان لا يؤمن بقيامة المسيح مع أنه أكتر حدث تاريخي موطق هو قيامة المسيح والأدلة على قيامة المسيح كثيرة جدا لكن هما ينكروا قيامة المسيح هما بيعتقدوها أسطورة بيعتقدوها وهم كويس وهم أو مش بيعتبروها أسطورة بيعتبروها هي اقتباس من الأساطير الرومانية علشان يمجد يسوع المسيح فهي لحدث لم تحدث فالمسيح لم يقم والمسيح لم يصعد لكن هو بيمشي مع ما هو مكتوف في الأنجيل وبيقول أنه نقطة التحول هي قيامة المسيح كويس قيامة المسيح وصعوده بس المسيح مش أول واحد سعد في الفكر اليهودي لو هذا الفكر عند اليهود من زمان كان بالأولى يؤله أخنوخ لأنه سعد سار مع الله ولم يوجد كان بالأولى أيضا يقله إليه لأنه أيضا الرب أخذه في المركبة يبقى يبقى الفكر ده فكرة أن واحد سعد فانقلهه مش هو الفكر اليهودي ولا مبني على اعتقادات يهودية لأن اليهود عندهم من قام من الأموات ومن سعد أيضا للسماء لكن شمعنا المسيح وهذا السؤال إن لم يكن ما أعلنوا يسوع عن نفسه هو الأساس يبقى شمعنا المسيح بمجرد سعوده صار إلها وتلميذ المسيح كلهم يهود وتربوا في بيئة يهودية ويعلموا جيدا أن أخنوخ قد سعد ويعلموا جيدا أن إليه قد سعد حي بس محدش فيهم اتقله لأنهم معارفين أن الوصية بتقول لا يكن لك ألهة أخر أمامي فليس كل من صعد صار إلها لكن لماذا يسوع ده سؤال اللي محتاجين يجاوبوا عليه طيب بيقول بقى أنه هيبدأ هنا شوية الفتاوي كويس وأنه وجود بعض التشابه ما بين يسوع المسيح وقيامته وصعوده وبعض الآخرين من الثقافة الرومانية القديمة كيف كان ينظر العالم القديم لمن قاموا أو صعدوا أحياء كويس وده لا يقول لنا في فيديو رقم اثنين وبيحاول يقول لنا أن القيامة هي هي التي جعلت يسوع المسيح إلها وأن التلاميذ نظروا إلي زي ما في العبادات الوثنية الرومانية القديمة أنه هناك أشخاص اعتقدوا أنهم صعدوا أو أو ما منتوش فصيروهم أليها هكذا أيضا المسيحيين اعتقدوا أن المسيح صعد فصيروا إله فنشوف رقم الفيديو رقم اثنين ونرجع نعلق عليه طيب صعود المسيح للسماء ده معناه إيه في فكر الناس اللي في العالم القديم لأن المسيح مش هو الشخص الوحيد اللي صعد إلى السماء دي كانت فكرة رائجة وقيلت عن أكثر من شخص في العالم القديم واحد من أشهر آلهة الرومان هو الإله كوراينوس تبقى لكتابات المؤرخ الروماني ليفي والفيلسوف الروماني بلوتارك الإله الروماني كوراينوس ده هو نفسه الإنسان روميليوس مؤسس مدينة روما وليفي بيحكي لنا إن روميليوس قد صعد إلى السماء كوراينوس الذي عبده الرومان لم يكن إلا هو الإنسان روميليوس الذي صعد إلى السماء هو طبعا هنا سوري يعني في اللفظ هو بغبغاني بيردد بالزبط بالحرف اللي بيقوله بارت إيرمان لكنه ما بيتعبش حتى يرجع للمصادر نفسها أو يرجع إلى الكتب اللي تقال يعني هو بيقولك ليفي وبلوتارك هو أساساً ما رجعش لا لرجع لليفي ولا رجع لبلوتارك هو صدق كلام بارت إيرمان اللي ادي له محاضرة عن الطعن في لهوت المسيح فجيه قدام الشاشة وقال الكلام ده كويس وفي نفس الوقت هيقولي عن موسى برضو نفس الكلام اللي قالوا بارت إيرمان هو بيرددوا بالزبط بنفس الحرف بالمسطرة دون أن يرجع إلى المصادر التي اقتبس منها بارت إيرمان أو رجع ليها بارت إيرمان ويشوف هل المصادر دي حقيقية ولا مش حقيقية هل فعلاً الكلام ده موجود ولا مش موجود هي دي النقطة هو بيحاول يقنعك هنا أنه هو عنده بيرجع إلى مصادر هو أساساً ما رجعش إلى مصادر وأنا أتحدى أي شخص هنا يقولي أنه آدم مصر رجع إلى مصادر آدم المصر رجع إلى مصدر واحد وهو بارت إيرمان وأدم لي بارت إيرمان أنا أحترم بارت إيرمان كتير لأنه بارت إيرمان باحث وإن كانت أيضاً لي بعض الملاحظات على المصادر اللي بيستخدمها لكن أيضاً يعتبر باحث لكن آدم المصر يقف ويقولي الكلام ده زي البغبغان ويقولك كما قال ليفي وكما قال بلوتارك ده كلام أساساً فاضي يعني ده كلام ميديا ما لهش أي قيمة كويس وأنا هقول لحضراتكم الأسباب لكن خلينا نشوف أنه بيقولك التأليه أي يجعلونا منهم أليحة ليس بالأمر الغير طبيعي ده أمر طبيعي موجود في العالم وموجود في العالم القديم يا ما كلنا عارفين من أيام بداية الحضرات موجود وموجود في الحضرات المصرية القديمة وموجود في الحضرات البابلية وموجود في اليونان وموجود في مادة وفارس وموجود في الرومان what's new الجديد موجود لكن لو كل شخص قام أو صعد للسامة صار إله يبقى بالأولى أن أخنوخ زي ما قلت يصير إله وبالأولى أيضا أن إليه يصير إله لكن روميليوس مؤسس روما هنشوف حكايته لكن هو كمان ما اكتفاش بروميليوس أنا هتكلم عن روميليوس وبعدين أرجع لمين تاني هو روميليوس وموسى النبي ويسوع المسيح هو ربط التلاتة دول مع بعض وقبل ما نشوف الفيديو رقم ثلاتة اللي بيكلم فيه عن موسى خليني أرجع إلى موضوع روميليوس هناك ادعاء بأن هناك تشهابه كبير بين روميليوس وبين قصة يسوع المسيح وإنه وإنه البعض بيقول أن روميليوس أمه حملت بيه وكان توينز أو توأم مع أخوه بواسطة الإله دائماً هنا في العبادات الوثنية الجنس بيلعب دور مهم جداً في الألهة الوثنية بل جزء أساسي من الألهة الوثنية هو الجنس ممارسة الجنس والألهة في الفكر الروماني تنزل من السماء عشان تمارس الجنس مع البشر هذا الفكر اللي نجده أبداً فيه الكتاب المعدس ومحدش يجي يقول لي أعمى مكتوب في سفر على التكوين أبناء الله وبنات الناس ده مش بيكلم عن الألهة نهائي ولا بيكلم عن الملائكة نهائي لكن روميليوس لم يولد من عزراء المسيح ولد من عزراء وميلاد المسيح من عزراء مسجل ومثبت ومكتوب عنه بكل التفاصيل وموثق ده مش بس ده كلمة التوثيق كلمة التوثيق لما بنقراها وبنيجي ندرس الكتاب المعدس بنتخض من كمية التوثيق اللي موجودة في الكتاب المعدس يعني ممكن في حدث واحد يذكر لي سبع أدلة تاريخية على حدوث الحدث هسكر لحضراتكم مثل واحد مرتبط أيضا بيسوع المسيح كويس في إنجيل لؤة معلش هو ده بس النوطة دي جات كده على الهواء أنا مش محضرها بس أنا عارفها في إنجيل لؤة لما يكلمني عن يسوع المسيح وعن خدمة يسوع المسيح شوفوا آه في أصحاح ثلاثة وفي السنة الخامسة عشر من وهيرودس رابع رئيس ربع على الجليل يبقى ثالث توثيق تاريخي في حدث واحد وفي لبس أخوه رئيس ربع ده رابع توثيق تاريخي في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة خامس توثيق تاريخي هو اللي بيعمل كده ليه كل هذه الأدلة التاريخية لأنه بيقول لي إنه ما قد تم من أحداث ليس وحم وليست استورة ولكن هذا تاريخ تاريخ منها ميلاد المسيح ومنها أيضا قيامة يسوع المسيح وصلبه وحياة المسيح كلها فهنا لما يقول لي المؤرخين أساسا غير متفقين على أنه إذا كان ولد من الأليهة ولا مولدش من الأليهة دي حاجة أولا هو لم يصعد في العاصفة نعم العاصفة غطت الأرض المكان كانت فيه عاصفة والعاصفة غطت المكان لكن المؤرخين أو المؤرخ ليفي أو بلوتارك كويس اللي اتنين بيقولوا عبارة واحدة بيقولوا وينت ميسنج يعني ايه وينت ميسنج يعني لم يوجد ضع اختفى مالوش سعد مالوش سعد يعني أخنوخ صار مع الله فالله أخذه إليه سعد كويس لكن هنا يقول لي وين ميسنج فقد العاصفة جات والدنيا ضلمت وما لقيهوش البعض اعتقد أنه مات والبعض الآخر اللي هو يعني مهتم بحياته قالك لا ده يبقى مدام مش موجود يبقى أكيد 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 سعد لكن ليس صعوده تاريخي ولم يراه شهود كلام اللي بيتقال ده كله كلام مالوش أي أساس كويس لا قاله ليفي ولا قاله حتى بلوتارك لكن المسيح مات المسيح مات ودفن ودفن في قبر معروف صحبه ومعروف مكانه كويس ووضعوا حجر مختوم على قبره ووضعوا أيضا حراس يحرسوا هذا القبر وعش كده قيمته مهمة فلا يمكنك تقارن ما بين هذا وذاك نهائي حاجة ثالثة لا يوجد ذكر للقيامة من الأموات هو يوجد ذكر أنه حي حي في السماء مع الألهة لكن لا يوجد ذكر للقيامة من الأموات فهو لم يمت ولم يقب هو واختفق ضاع وممكن يكون مات الناس دا سفت عليه كويس لكن لا يوجد ذكر القيامة فمحدش يقول لي قام وصعد للسماء ده كلام فاضي ده مش حقيقي وكمان المسيح قام وظهر لعشرات بل للمئات من المؤمنين وبعضهم لمسوا وبعضهم أكل معاه فده ده دي أدلة مهمة جدا لما تحطش دمع ده أحد المؤرخين رومان ديونيسيوس المؤرخ قال إنه مات قال إنه مات ما قالش إنه وينت ميسنج قال إنه مات مع إنه الأسطورة دي على فكرة تعود إلى سنة سبعمية واحد وثلاثين قبل الميلاد الأسطورة دي الحدث دو الحدث مش الكتابة لأنه فيه فرق ما بين الحدث اللي بيتكلموا عليه ممكن يكون زمن الكتابة الأسطورة دي تعود إلى سنة سبعمية واحد وثلاثين قبل الميلاد إلا إن أول تسجيل أول تسجيل لهذه الأسطورة كان في كتابات بلوترخ في بداية القرن الثاني يعني بعد المسيحية يعني أنا لو حبيت أقول أن بلوترخ اقتبس موت المسيح وقيامة المسيح وطبقه على روموليوس وليس العكس لأنه أول ذكر أو أول ما روما بدأت تشم نفسها كروما كان سنة تلاتين ميلادية فاني بتكلموا في ايه وبعدين ما تجيش تردد الكلام كده وخلاص نيجي بقى لموسى قضية موسى قالك مش بس أنه روموليوس هو اللي صعد إلى السماء قام وصعد للسماء فصار إله فهو على طول مدام شخص في فكرة الناس قام وصعد للسماء نجعله من الآله وقالك الفكرة ده مش بس عند الرومان الفكرة ده كمان موجودة عند بعض اليهود خلينا نشوف الفيديو رقم 3 ونرجع نعلق عليه فكرة ده لم يكن فكر روماني فحسب بل إحنا عندنا أدلة أن بعض المدارس الفكرية اليهودية اعتقدت أن موسى النبي نفسه صعد إلى السماء وصار إلها وبيكتب لنا عنه الفيلسوف اليهودي فيلو أو المعروف بالعربي باسم فيلون السكندري من القرن الأول الميلادي واللي كتب عدة مؤلفات عن موسى النبي وفي واحد من كتبه ذكر أن موسى كان قد أخذ إلى السماء وأصبح من الآلهة حلوة لغة إحنا عندنا أنتم مين؟ قال أنت بتتكلم يعني عندنا النقاد يعني حاطت نفسك من ضمن هؤلاء العلماء الغريبة أنه زي ما قلت المرفات الثقة اللي عنده دي ده شيء كويس على فكرة مش نقط فيه لكن لم يكن واحد ما عندهوش حاجة وعنده الثقة دي ده شيء كويس طيب حضرتك قريت كتابات فايلة طيب حضرتك رجعت المصادر اليهودية القديمة طيب ما جبت لناش مصادر ليه ما جبت لناش ليه ما قلت لناش ليه الصفحة الفلانية المصدر الفلاني بيقول كذا ما جبتش نص ليه ما يمكن محتاجين إحنا محتاجين نشوف النص اللي أنت بتجيبه هتلينا النص هتلينا فين ذكر وإيه القرينة بتاعة الكلام اللي تقال إنما ما تجيش تكبوهم كده مرة واحدة وتمشي طيب قالنا إيه بقى وأنا أجيب لك بعض المراجعة اللي ممكن أنت حضرتك تستخدمها فيما بعد سواء رسائل بي اتش دي منشورة أو كتب لكن لاو سفيدمان كتب كتاب عن فايلوز ونظرته لموسى من خلال القرينة اليهودية قال لنا إيه بقى قال لنا عبارة مهمة جدا إنه فايلو قالها قال مرة أخرى ألم يتعزم فرح شراكته مع الأب وصانع الكل أيضا بشرف كونه يستحق أن يحمل نفس الله قبل أنه سمى إلها وملك الأمة كلها موسى سمى سمى إلها وملك الأمة كلها سمى إلها وسمى أيضا ملك الأمة كلها هنشوف النص ده هنرجع له زي ما قلت إذا صحى الإدعاء اللي بيقوله أنه ده موجود في بعض الفرق اليهودية اللي أمنت أن موسى سعد أنا يعني أولا أنا ما شفتش فرق يهودية أمنت أن موسى سعد وبتقبل التورا كتوراة كويس لأنه منصوص في التوراة أن موسى لم يسعد هو سعد للجبل لكنه مات على الجبل إذا صح هذا الإدعاء أنه كل من سعد للسماء يصير إلها وأنه هناك فرق بتدور على مين اللي سعد للسماء وتجعل منه إلها فلماذا زي ما قلت قبل كده لماذا لم يصير أخنوخ إلها ولماذا لم يصير إلي إلها ليه كويس موسى النبي فيه اللغة اليونانية بتحكي الدراما بتقول إيه الدراما بتحكي إن موسى رأى حلما عادي زي ما أي شخص ممكن يرأى حلما وعندنا في كتاب مؤدس كتير رأى أحلام كويس لكن هنا بتقول ده طبعا نصي مش موجود فيه بنجده فيه التوراة أصفر موسى الخامسة بنجده عن يوسف الذي رأى حلم بنجده عن يعقوب لكن لا نرى موسى رأى حلما موسى كان الله يتحدث إليه كما يتحدث الرجل لصاحبه فموسى إنوي رأى حلم ويثرون حماه فصر لي هذا الحلم إيه بقى الحلم اللي شافه موسى يقول موسى رأيت على قمة سيناء عرش عظيم جدا للدرجة أنه يلمس سحب السماء والجالس عليه عظيم متوج وفي يده سولاجان الملك فاقتربت ووقفت أمام العرش فقام الجالس على العرش وأعطاني سولاجانه وطلب مني أن أجلس على عرشه فنظرت إلى كل الأرض وما حولها وما تحتها وما فوق وإذا عند قدمي عدد كبير من النجوم الساجدة تكتاز بجانبي كجيش من العظماء فاستيقظت مرتعبا ما عسى أن يكون هذا ده الحلم اللي رأى موسى كبير؟ فقال يسرون لموسى إن الله أعطاك هذا هذه كعلامة للخير ويا ليتني أعيش حتى أرى هذا لأنك ستجلس على العرش العظيم فتحكم وتتسلت على الأمة يبقى الرؤية اللي شافها هنا موسى ليست متعلقة بالله مش متعلقة بيك إله فموسى لم يصر إلها لكن هو رأى حلم والحلم الذي فسروا له يثرون فسروا له على أنه سيصير متحكما ومتسلتا على الأمة وعلى الأمم فهو يصير كمالك طب يبقى موضوع موضوع أن موسى إلها أولا يا أخي آدم أول من أعطى هذا اللقب لموسى ليس فيله أو فيله لكن أول من أعطى هذا اللقب لموسى هو الرب نفسه تستغرب الرب نفسه قال لي موسى أنا هاجعلك إلها إزاي يقول الكلام ده خلينا نقرأ النص كما هو موجود في سفر الخروج واصحة سبعة وعدد واحد يقول فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك أنت تتكلم بكل ما أمرك وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل مشكلة موسى إيه هنا مشكلة موسى أنه كان خايف يروح لفرعون وموسى كان خايف من مواجهة فرعون وأنه لما يواجه فرعون يمكن ما يعرفش يتكلم وهو سقي للسان فالرب قال له إيه موسى أنا هاجعلك إلها لفرعون كويس وهارون أخوك يكون نبيك يعني أنت اللي هتأمر فرعون لكن الكلام هيخرج من هارون أنت هتقول لهارون عايز إيه وهو اللي هيوصل الكلام لهارون أنت تتكلم بكل ما أمرك وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل يعني كما أن الله يرسل أنبيائه ليتكلموا للشعب هكذا موسى كالله يرسل هارون ليتكلم نيابة عنه لفرعون وعش كده استخدمت هنا كلمة إلهيم بأمر أدوناي الموشي رأى نتنتي إلهيم إن أنا أجعلك إلهيم فكلمة إلهيم مش غريبة طيب أخذ المداخلة دي وأرجع أكمل مع حضركم أخ يوسف من تيكسيس ألو اسمي جرجس آه جرجس أهلا بيك أخ جرجس أهلا وسهلا أهلا بيك مساء الخير مساء النور أنا بس عاوز أقول اللي بيقول أنه العذرة ما كانش عارفة مين هو ده هو العذرة مجيها الملاك في إنجيل لوقا وقال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله القدوس ده اسم من أسماء الله وهي في التذبحة بتاعتها قالت واسمه قدوس العذرة قالت لأنه صنع بيه عظايم واسمه قدوس القدوس ده اسم من أسماء الله هل هم من يعني عارفين أما يقولوا يا بعد كده سمعان الشيخ قال له يجوث في نفسك سيب وأن هذا وضع لقيامة سقوط كثيرين هل سمعان الشيخ ما كانش عارف هو بيتكلم عن إيه يعني إيه الخرافات دي بعد كده العذرة واصلة لمرحلة من القدوسة كان ممكن تكتشف بيها إيه اللي قدامها هل العذرة ما كانش عارفة يعني إيه التخريف دي بعد كده عاوز أقول حاجة برضو مش في الموضوع فضلا بيقولوا إن الله واحد الله واحد يعني الله رقم واحد يعني أثقر أرقام الله لا نهاية يعني الله الإعاب لا نهاية الله الإدن لا نهاية الله الروح الكدس لا نهاية لا نهاية زائد لا نهاية زائد لا نهاية يساوي لا نهاية إذا كانوا هم سقطين في الحساب إحنا مستقطين في الحساب واشكرك شكرا 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 اخ جرجس شكرا ليك فلقب الهيم هنا الرب الدهول ادال لموسى مش جديد انه لكن لم يجعلوا الها مالك الارض والسماء شريكا مع الله كلمة اله هنا بمعنى انت المتسلط على هارون انت المتسلط على هارون انت اللي هتقول لها هارون يقول ايه لكن انت هتمارس سلطانك على فرعون حتى القضاء في العهد الادين في مضمون 82 الرب وصف القضاء بانهم الهيم لانهم بينفزوا شريعة الله في الارض ينبونا عن الله في الارض ودي ايضا اقتباسها الرب يسوع في محادثاته مع اليهود في انجلي وحنى واصحى عشرة فلقب الهيم مش غريب لكن لا يعني الها يعبد فاليهود لم يعبدوا موسى ولم يبنوا هياكل لموسى موسى مكرم معزز لكن ليس الها لا يكن لك الهة اخرى امامي ففي كذا مصدر بقى اخ ادم حابب ان انت لو حابب ترجع لهم اقولهم لك ممكن ترجع ليهم يمكن تحب تقرأ عن موضوع ده وين ميكس كتب كتاب مهم اوي موسى از جود ان كينج ان ريليجين ان انتكوتي يسي ان ميمور اف اروين رامزد وده منشور من زمان يعني من 1968 باي بريل كمان فيه رسالة دكتوراه مهمة جدا كتبتها كريستين جونسون رفايتو وهي عبارة عن visionary ascent of Moses in the pisteo philo antiquity ففي كتابات philo تقدر ترجع ترجع ليها برضو انك تعرف اذا كان philo جعل من موسى اله يعبد ولا لا في كتب اخرى كثيرة لكن يهميني اوي انه المصادر ودي نقطة اعتراضي على بارت ارمان بارت ارمان مع انه يعني باحث جيد الا انه بيقتطع ايضا ما يريد اي فكرة بيقتطعها ويقدمها لانه عايز يخدم الغرض بتاعه انه يطعن في لهوت المسيح لكن ارجع ارجع بما انك انت بتحب البحث والدراسة ارجع للمصادر حتى لاستخدمها بارت ارمان ورجعها هل هذا ما يقوله بارت ارمان بارت ارمان ليس وحي بالنسبة لي انا بارت ارمان ليس وحي قد يكون بالنسبة لك انت هو كتاب معدس بتاعك فبترجع له وبتاخده وبتصدقه زي ما هو لكن بالنسبة لي لا كمان الحاجة الاخيرة يقولك انه زي ما روميليوس وزي موسى مصارو الها بقيامتهم وصعودهم للسماء هكذا ايضا يسوع المسيح هكذا يسوع المسيح نشوف الفيديو الاخير ممكن وارجع اعلق لانه في نقطة حابب يعني اخذ الوقت الباقي في الكلام عنها يسوع المسيح الناصري الذي اعتقد اتباعه انه رفع الى السماء وصعد بعد موته تفتكر هيفكره ازاي في حادثة صعوده اكيد طبعا يسوع المسيح صعد الى السماء واصبح الها مش غريبة يعني دي فكرة عادية في القديم عشان كده الفكرة الاقدم في الخريستولوجيا او الكريستولوجي تتكلم بنفس اللغة هيفتكروا ايه واحد صعد للسماء هيفتكروا ايه اكيد على طول يقلهو طب ما انا بقولك ليه ما قالهوش اخنوخ ليه ما صارش اخنوخ ولا ايه يقالها اشمعنا المسيح يعني هو ايه اللي فيه اشمعنا المسيح عاملوا معاك كده ودول يهود طبعا فيش رد بايز لكن هيا الفكرة اللي بينادي بيها بارت ايرمان هي فكرة التبني بدعة التبني ادابشنزم البدعة دي اللي زهرت في القرن التاني الميلادي ونادى بيها البعض بيه هي فكرة التبني او بدعة التبني بدعة او هرتق هي عقيدة مبنية على اساس مهم بالنسبة لهم اساس رفض الايمان بلهوت المسيح ان يسوع المسيح مجرد انسان وده اللي حطه ايرمان فيه عنوان كتابه انه كيف صار يسوع الهان فاول اول انتباع بتاعته من العنوان ده ان يسوع ليس الهان انه انسان فصار الهان كويس عشان كده فيه كتاب مهم زي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت كتاب كتب ايضا للرد على بارت ايرمان احنا مش ايماننا انه كيف صار يسوع الهان احنا ايماننا كيف صار الله انسانا والكلمة صار جسدا عشان كده فيه زي ما نسميه اللهوت بتاع بارت ايرمان وادم المصري بنسميه يعني يعني لهوت واطي مش واطي بمعنى اجتيمة لكن يعني نظرة متدنية ليسوع المسيح يسوع ليس الهان يسوع رفع وصار اله انسانا رفع وصار اله ده بنسميه اللهوت النظرة المتدنية للهوت المسيح لكن كتابيا كتابيا اذا حبيت اقول ان اللهوت بتاعنا وايماننا في لهوت المسيح بنسميه incarnation يعني يعني لهوت التجسد يعني المسيح موجود منذ الازل هو واحد مع الاب مساور الاب في الجوهر الكلمة الازلي صار جسدا تجسد اتخذ جسدا دائما الكتابي اللي مبنى على كلمة الله فنحن نؤمن ب incarnation كريستولوجي لهوت التجسد او لهوت المسيح المبني على تجسده فالتجسد بيظهر لنا من هو يسوع المسيح زي ما الصليب بيظهر لنا ماذا عمل يسوع المسيح التجسد بيظهر لنا طبيعة المسيح الذي اخلى نفسه اخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس واذا وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وعطاه حتى الموت موت الصليب فعش كده عقيدة التباني او بدعة التباني مبنية على فردية اساسية انه احنا مش عايزين نؤمن بان يسوع المسيح هو كلمة الله المتجسد كويس وبتجدوها في شهود يهوى هذه الايام بتجدوها ايضا موجودة في المورمنز بردو اللي هو موجودين حاليا فبنجدها في جروبز كتير موجودة انه رافض الايمان بلهوة المسيح المسيح هو مجرد انسان عادي ولد ايضا بطريقة عادية حتى الميلاد العزراوي بيتعانوا فيه يعني من يعتقدون بالتباني يتعانون في الميلاد العزراوي لان الميلاد العزراوي بيؤكد لنا ان يسوع خارج البشرية هو نائب عن البشرية لكنه خارج البشرية لكنهم مش عايزين كده كويس وفي مرحلة معينة في حياته كإنسان الله تبناه كويس واختلفون يختلفون فيما بينهم على الزمن يعني نوتة الخلاب بين أصحاب هذه البدعة هو الزمن زي ريمون براون وهو لهوتي كاثوليكي افترض انه هناك تطور revolutionary view هذا التطور في لهوتي المسيح انه المسيح اعتبر إلها بالقيامة اعتبر ابن الله بالقيامة كويس بس جي مجموعة أخرى قالوا لا 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 القيامة مش هي أول اعتبار المسيح ابن الله ده المسيح اعتبر ابن الله بالمعمودية هذا هو ابن الحبيب فبالتالي رجعوا بفكرة ان المسيح ابن الله رجعوا بها للمعمودية جي مجموعة ثالثة قالت لا انتوا ليه بتقولوا الكلام ده لا بالقيامة ولا بالمعمودية خلينا نرجع لورا شوية للميلاد لان روح الله يحل عليكي والقدوسة المولود منك يدعى ابن الله فبالتالي المسيح صار ابن الله بالميلاد فجون بقى مجموعة متخلفة كويس مؤمنين بالمسيح قالوا لا 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 اللي هو احنا يعني والكنيسة الاولى قالوا لا 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 ده احنا المسيح مش ابن الله بالميلاد ده المسيح ابن الله من قبل التجسد كويس يعني الواحد الواحد هيقولي على افكار موجودة ولازم نتعامل معه اعتبرت الكنيسة الاولى بدعة التبني اعتبرتها هرتقة ورفضتها ومع نهاية القرن الاول سنة 198 و99 كانت هناك كتابات ضد بدعة الهرتقة حتى سنة 256 تم الحكم عليها بانها هرتقة في مجمع انطاقيا فصارت فصارت هذه البدعة بدعة ان يسوع انسان تبناه الله ورفعه ليكون ابن الله الها 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 بالقيامة من الاموات هذا هذا ليس ايمان الكنيسة من بدايتها من بداية الكنيسة لم يكن هذا هو ايمان الكنيسة واكبر دليل على كده ان بوليس الرسول في كتاباته اللي تعتبر كتابات قبل الاناجيل في كتاباته وفي رسائله اللي تكتبت قبل الاناجيل اقتبس من ترانيم واقرارات ايمان موجودة كان المؤمنين الاوائل يرددونها يعني بنعتبر كورونسوس بنعتبر كورونسوس الاولى اصحاح 15 عن القيامة هو كان ايضا ايمان معترب او قانون ايمان معترب بين الكنيس عن قيامة المسيح بنعتبر ايضا الذي اسكان في سورة الله لم يحسب نفسه خلصة ان يكون معادنة لله لكنه اخلى نفسه اخذن سورة عب نعتبرها ايضا جزء من اقرار الايمان الذي ويضعها في رسائله كثير من الترانيم كانت موجودة الذي به الكل وله الكل وهو فوق الكل وهو رأس الكنيسة كل هذه النصوص في كورونس ايضا فايمان الكنيسة من البداية ايمان الكنيسة من البداية هو ان المسيح كلمة الله المتجسد ايمان الكنيسة من البداية ان الكلمة صار جسدا وحل بيننا إيمان الكنيسة من البداية وعش كده بنقول أنه لهوت المسيح بالنسبة لنا نحن المؤمنين وبالنسبة للكنيسة الأولى هو لهوت التجسد أن المسيح موجود منذ الأزل لكنه دخل إلى علامنا في لحظة تاريخية ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموذ ففي ملء الزمان أتى يسوع المسيح لكن هل يسوع المسيح موجود منذ الأزل؟ نعم طيب إذا كان يسوع موجود منذ الأزل فهو الله لأن الأزلية لا يتصف بها إلا شخص واحد وهو الله والله منذ الأزل قائم بذاته والله منذ الأزل متكلم له كلمة وله فكر والله منذ الأزل له روح فالله بذاته الله بكلمته الله بيروحه منذ الأزل طيب أجي إلى إلى حقيقة أخرى داخل إطار بدعة التبني يوجد مجموعة من يسميهم الأبيونيين ودول مجموعة من اليهود المسيحيين المسيحيين نحن عارفين في بداية المسيحية كثير من اليهود آمنوا بالمسيح ولما نقرأ بالأخص في رسالة غلطية بنجد أنه وفي سفر عمال الرسل بنجد أنه بعض اليهود لما دخلوا إلى الإيمان المسيحي دخلوا بأفكارهم لم يتخلوا عنها يعني الصراع فيه غلطية كان أنه آه إحنا إحنا سرنا مسيحيين بس إحنا لازم نتبع النموس ولازم نختتن ولازم نحفظ السبت ولازم نحفظ المواسم ولازم كل حاجات دي فبوليس بقول لهم لا نفعش لأنه بالنموس لا يتبرر إنسان كويس وده القرار اللي خده مجمع أرشاليم فالفكرة أنه هؤلاء اليهود المتنصرين عندما صاروا مسيحيين كويس بعض منهم نادى بفكرة أن يسوع إنسان عادي تبناها الله وكلمة أبيونييم هي أصلها عبري أبيونيوم وتعني الفقراء ومجموعة مش فقراء مديا يعني هم سموا نفسهم كده لكن كانت دي في إطار البدعة نفسها طيب لماذا نرفض بدعة التبني؟ لماذا اعتبرتها الكنيسة ارتقب؟ أولا لأنها لا تتماشى مع كلمة الله ولا يوجد نصوص أبدا تؤيدها ولا يوجد نصوص أبدا تؤيدها فلهوت المسيح وجوهر المسيح ووحدنيته ومساواة للآف الجوهر هي من فم يسوع وليس من اختراع الكنيسة فالعهد الجديد والأنجيل تؤكد وبصراحة واضحة جدا أن يسوع هو كلمة الله الأزلي دي حاجة حاجة تانية لهوت المسيح موجود مع بداية الكنيسة بل مؤسس على إعلانات المسيح نفسه وده زي ما قلت لحضراتكم أنه حتى شهادات المؤرخين الرومان واستهزاهم استهزاهم بالمسيحيين الأوائل أنهم يعبدون إلها مصلوبا أنا ما يهمنيش هما اللغة اللي بيستخدموها لغة استهزاء أنا يهمني أن اللي بيقولوا ده هل هو كان الحقيقة ولا لا زي ما بنستخدم نفس الأفكار دي ونطعن في الذين يقولون أن المسيح لم يصلب لكي نقول لهم أن حتى حتى المؤرخين المعادين للمسيحية أكدوا صلب المسيح أنا عايزة أقول أنه أنه العهد الجديد أنا جيل الأربعة والعهد الجديد كله بيؤكد لهوت المسيح بيؤكد لهوت المسيح فلهوت المسيح واضح كوضوح الشمس ومن يريد زي واحد من العلماء اليهود الكبار ألف مرة أنا لو أتيحت لي فرصة أنه أسأل المسيح أسأله سؤال واحد زي ما أسأله أباقي أنت بأي سلطان تعلن ما أعلنت وتفعل ما فعلت إن لم يكن المسيح هو الله المتجسد ترنيم كتير كتباسها بوليس الرسول قبل ما تتكتب في الرسائل وقبل ما تتكتب في الأنجيل كانت ترددها الكنيسة هو هو أمس واليوم والأبد يسوع المسيح لهوته واضح كدا وأنا بصلي من كل قلبي بصلي من كل قلبي أنه رب يفتح قلوب هؤلاء الذين يرفضون الإيمان بيسوع المسيح لأن يسوع المسيح هو المخلص الوحيد ومن له الإبن له الحياة هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم شكرا